احنا بنتكلم في ملف احياء النفوس ايه الاشياء اللي الانسان لما يعملها تحيا بها نفسه ويصبح الانسان حي بين الاحياء وليس ميت بين الاحياء ولا ميت بين الاموات لان ساعات البيئة اللي الانسان بيعيش فيها بتكون بيئة غير صالحة بيئة ميتة فكل النفوس التي يتعامل معها نفوس مريضة وصل بها الحال الى ان اصبحت نفوس ميتة فقد يكون هو حي بين هؤلاء الاموات وقد يكون ميت بين هؤلاء الاموات فالاصل في الحياة ليس هو نفس يخرج ويتحرك يخرج ويدخل في الانسان انما الحياة الحقيقية هي حياة القلوب الحياة الحقيقية هي حياة النفوس الحياة الحقيقية هي حياة الارواح ان تكون نفسك حية وهذه النفس حتى تكون حية تستلزم لها عدة دعائم تدعمها تغيرها تحولها فتجعل الشخص بين الناس حي ويستطيع من خلال ذلك ان يرى الناس على حقائقهم فمن الممكن ان يرى الناس الذين حوله اموت لا يحسون لا يستشعرون لا يفهمون لا يعقلون عشان كده كان مهم الانسان يحرص على احياء نفسه ازاي انت نفسك تبقى حية ازاي ازاي تمشي بين الاحياء وانت حي ولا استميت ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت شوف المثل تعني نبي عليه الصلاة والسلام كمثل الحي والميت الناس تحيى حقيقة بالذكر بذكر الله سبحانه وتعالى الناس تحيى حقيقة بقراءة القرآن تكون في حياة حقيقية الناس تحيى حقيقة حينما تكون قريبة من الله سبحانه وتعالى والناس تموت حينما تكون بعيدة عن الخالق حينما تكون بعيدة عن الذكر حينما تكون بعيدة كل البعد عن قراءة القرآن الكريم ده يبقى نفسه ميته ودي تبقى نفسه حي في حديث في صحيح البخاري يذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيبين لك إن الحي في وسط الأحياء له صفات وإن الميت في وسط الأحياء له صفات وإن الميت في وسط الأموات له صفات خلينا أخذ المثل الأول في هذا الحديث وهو الحي بين الأحياء اللي نفسه حية ويعيش بين أحياء نفوسهم حية يعني فيها حية يقول ابن عمر رضي الله عنه كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت فقالوا حدثنا ما هي يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إنها النخلة ده نص الحديث مختصر الحديث أو أهم معاني كلماته أو أهم الدروس المستفادة من الحديث بيبين لك قد إيه أن سيدنا عبد الله بن عمر مع أنه كان صغير السن لكن كان عنده مقومات حياة النفوس وكان أهم مقوم من مقومات حياة النفوس الحياء إنه عنده حياء ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله فسيدنا عبد الله بن عمر كان عنده الحياء الحياء ده فين إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل أصحابه وكان أصحاب النبي بينهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وعثمان وعلي وغيرهم من كبار الصحاب وكان عبد الله بن عمر يعني شاب صغير لسه لم يتجاود الثالثة عشر أو الرابعة عشر من عمره فلما النبي أطلق السؤال كان هو عنده الجواب لكن حياءه منعه إنه يتطاول بالجواب على أبي بكر وعمر إنه يرد في حضرة الناس الكبار ده اسمه حياء ده اسمه حياء ترجمة نانسي قنقر